موسيقى اليوم مقابلتي مع مصمم مميز أثاثة أول ما نشوفه رح نعرف إنه هو من تصميم وتنفيذ المصمم أحمد مناور اليوم أنا في معرض AM Design رح نعرف أكثر عن أحمد شلون بلش أحمد وشون صار اليوم حالا أحمد شلونك؟ شخ مارك الله يسلمك ساعة كبرك قل لنا أحمد من أحمد مناور وشلون بلش؟ أحمد مناور العنزي، خريج كليا التربية الأساسية قسم فنية مسان الدكور تخرجت 2002 في البداية توظفت في وزارة التربية لمدة خمس سنوات تقريبا بعدها قدمت استقالتي وزارة التربية كنت مدرس فيها مدرس رسم ودكور بعدها أسست مكتب خاص فيني وتركت القطاع الحكومي وبدأت مسيرتي في عالم الانتيرير والدكور ما يجعلك تتخذ هذه الخطوة؟ والقرار أن تترك وظيفة مضمونة بالحكومة وأقول أني باخذ أنا بشتغل البطاعة الخاصة وحسن بروحك يعني مو والله بطلع من وظيفة حكومية لوظيفة خاصة أعتقد أني تركت هذه الخطوة بسبب شغف شغفي في التصميم وحبي للتصميم الداخلي وجدت معارضة من الأهل وجدت معارضة لماذا تترك مكان حكومي مضمون وتروح الجازف وممكن تنجح وممكن ما تنجح ولكن الحمد لله نحن في بلد يتعطّش حق الفن ويتعطّش حق الأمور الفنية وما يخص الدكور والانتيرير وهناك سوق كبير والقواتين بطبيعة الحال يحبون الحياة ويحبون الحياة ويحبون جددون وغيرون في بيوتهم أعتقد فطلعت على طول من الوظيفة هذه وفتحت اي ام ديزاين؟ لا فتحت في البداية مكتب صغيرون في حوالي كان في برج الزاوية كان اسمه وكنت أخذ في بعض المشاريع البسيطة لأن كبرت المشاريع وصار عندي مثل قاعدة كبيرة من الزباين في هالفترة وجاني أعرض من أحد الزباين بعمل شركة يديدة براسمال أكبر وقمنا في الخطوة هذه وكنت أنا مدير شركة كسب الإقليمية لمدة تقريباً من ثلاث إلى أرواع سنوات بعدها يا طولة الأمر استغلت بروحي وأسست شركة اي ام ديزاين يعني مو على طولة اي ام ديزاين صار في مشوار طويل من محل صغير ليه اللي احنا في الحين تكلمني عن اي ام ديزاين اوكي اي ام ديزاين في البداية كانت هم مجرد مكتب بس اي ام ديزاين من أول ما أسست المكتب وأنا عارف أني لازم أخذ خطوة أخرى له هي المعرض وتكبير الورشة مالتي في البداية اعتمدت اني اجمع شوية مشاريع عشان الفجت صح ونفتح فيها المعرض والله وفقنا الحمد لله في فتح المعرض الأول كان في شوية وانتقلنا للغالر السالمية أغلب القطع أحمد انت مصممها ومنفذها لماذا؟ ما معنى مما قلت انا باستعين بالسوق العالمي ويب اخترتها وسوي المعرض هذا شوفوا ما في غنات عن السوق العالمي طبيعة الحال يعني الشركات الأوروبية متقدمة كثيرا في مجال الانتيريور خصوص ما يخص الميكانيكال والأكسيساريز بس احنا في طبيعة حياتنا تحتاج مقاسات أرهى أكبر يعني بسبيل على المثال يعني احنا ليفينغ روم مالاتنا ليس فيها 2 أو 3 ليس فيها 8 إلى 12 شخص صح إنها ديلي بيز فهم بالتش في العزائم والاستقبالات والاستقبالات فتلاقين لجائنا إلى عمل صوفات كبيرة ولمنت انت تأخذين ديزاين معين من انترناشنل أو عالم وتمطينه رح يفقد شكله فاضطرين أننا نحنا نريد ديزاين الأشياء نعيد تأهيلها طبيعا أننا نتأثرين بعض الماركات العالمية أو في السوق نعم 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 لكننا نحاول نوظفها بشكل جديد يعني ناسب السوق الكويتي ما يخص ذلك أهم الطاولات الطعامية أننا دائما تلاقينها ثمان أشخاص ستة أشخاص ماكسما عشر أشخاص وأننا الطاولة داينينج عندنا في الكويت نحتاج مع الشخص صح من أهمها بسبب أن أنا يعني خذيت خطوة المعرض أن في كثير من المشاريع التي اشتغلناها كان فيها بعض التصاميم المميزة جدا أنت مصممها؟ أنا مصممها ومخشت في بيوت لم أحد أعرفها ومعنى قيمتها شرائية كانت قيمة سلعة عادية وليس قيمة الفكرة فأهم أقصي فعشان لكي نفعل منها نحتاج مكان أعرضها فيه عندما يكون عندك معرض ممكن تعكس للناس شيء أن المصمم الذي خلف هذا المعرض متخصص أثاث لكن نحن نعلم المصمم أحمد من ناور ليس متخصص أثاث يعمل تصاميم كاملة بيوت ما تفعل أكثر؟ هل تصاميم بيوت أو تصاميم تجارية؟ طبيعة أنا أحب مسكة القلم ولكن أميلا المشاريع السكنية الفرحة التي ترونها في عيون الناس عندما تسلمون البروجكت لهم تكون فرحة كبيرة وليس قيمة بل أن تشاركين الناس في أفكارك و في رؤيتك تصميم البيت ما يقتصر على الصوفا لا أنت تسوي الووكينج ثرو تسوي الناس من وين تطلع من وين تطلع من وين تطلع من وين تطلع فأنت تدخلين في تفاصيل حياة الناس طبعاً تدخل إيجابي مو سلبي صح مهم أنت تصميم البيوت ما هي قنفة ولا كرسي من وين تطلع ومثل من المصممين يقولون صعب شغل البيوت أولاً الأسباب عديدة منها تدخل أكثر من شخص أكثر من رأي ومرات إيه العميل حقك البيت مشطب خالص فيصير صعب على المصمم أنه فعلاً يبدع فأنت متى أفضل مرحلة ييكل العميل شون مفوض العميل يكون مجهز نفسه شون ممكن يكون العميل صفات معينة تخلي المصمم أحمد يبدع طبعاً المراحل أول التخطيط البيت هي أهم مراحل لأنها يكون لها تأثير إيجابي في تنفيذ البيت اليوم عندما تدخل مصمم الديكور في بداية بيتك أو في بداية التخطيط له يساعدك في كثير من الأمور التي تستخدمها في المستقبل يعني الترميم بشكل عام مكلف حق العميل فلما يخطط بيت بدون خطوات أولى للتصميم الداخلي تلاقينا في المستقبل يبدأ يعدل بكسر والبجت تكسير وتعديل هذا الفيزي يكون للمصمم صح نعم أنت مصمم وعندك معرض المعرض بكفة وشغل الدزاين بكفة ثانية وإدارتهم تأخذ وقت كشخص كرياتيب يحتاج أن يكون دائماً معزول عن دوشة الإدارة وشغلات هذه كلها كيف تستطيع توفق بينهم بحيث أن تستطيع تبدع بمشاريع ونفس الوقت لا يأخذ من وقت إدارة المعرض ولفة السوق والسفر والمعرض والتجهيز والتصاميم والإدارة البرشة نفسها اليوم عندما توقفين أنت ناس متخصصة تمسك لك المحاسدة الإدارة المصنع بتباصيله هنا يكون عندك وقت للتصميم والإشراف لكن إذا أنت تمسك كل تدخل في كل شيء هنا يكون أنت راح تضيع وقتك هنا فما تكون نتيجة ومتكاملة بعد أن نسمع هذا كله أتذكر لماذا تقول التصميم الداخلي سهل تصميم الداخلي صبغ وكرنيشة ونعلة ما هو جوابك على هذه الجملة تصميم الداخلي سهلة شوف أخي أخي قلت وظيفة المصمم الداخلي تعتبر من وظائف نادرة في مجتمع الكويتي وكل المجتمعات العالم ما شاء الله لكن باجة الوظائف هناك أعداد مهولة مع أهمية المجتمع صح لكن وظيفة التصميم الداخلي بشكل عام تحتاج مخزون ثقافي وعلمي بالإضافة إلى موهبة وذوق موهبة وذوق مخزون ثقافي فهل العنصرين لا يكونوا بأي وظيفة عادة فهمت لا توجد مثلا الدكتور يحتاج أن يكون فنان ومثقف صح يحتاج أن يكون ذكي وعارة وعارة ومخزون يجب أن يكون تلنتد وعرفت المصمم يحتاج أن يكون شهادة وذوق ذوق وموهبة يمكن أن يكون شهادة يكون مصمم ويمكن أن يكون ذوق ومصمم لكن يكون مصمم مبدأ صح من أين تتيب إلهاماتك وأفكارك وماذا تحسين يحكس شخصيتك كوني شخص أكاديمي أعتقد من أهم مصادر الإلهام هي البحث والدراسة تاريخ الإعمارة والأثعاد أي قطعة أو منتج للدكور أو الأثاث له سبب لتصنيعه وله تاريخ تطوره الذي تشوفينه في اليوم الحالي وين وصل فيه فمعرفة الأمور هذه تكون مصدر مهم للإلهام بالإضافة لديك الطبيعة بشكل عام ألوانها تجانسها تضادها تعتبر مصدر مهم للإلهام وكما عندنا التراث التراث الكويتي والخليجي والعربي غني ما شاء الله في تفاصيل الزخرفية في ألوان المميزة تعتبر مصدر مهم للإلهام بالإضافة إلى زيارة المعارض العالمية ومتابعة ما هو جديد تعتبر مصدر عن الأثاث وين تصل إلى الأثاث من ناحية فنية أو من ناحية ميكانيكل مهم جداً أن تكون متطلع أو متابع حق تلك المعارض تأخذين منها أفكار وايد تشوفين أخر خطوط الأوتلاينز مات الأثاث مو شرطاً أنت تنقلها بشكلها العام أو تأخذ الفكرة بشكل عام لكن أنت ممكن تضيف لمستك عليها لونك عليها أبعادك عليها وتوضفينها بشكل هذه تعتبر من أهم مصادر الإلهام صار عندك قسم تصميم والحين صار عندك معرض أثاث هل فيه جزء يضيف الجزء الثاني ولا تحسنهم تساوين التصميم طبعاً هو البداية والمعرض الأثاث هو التكبير حق البداية كما قلت في البداية هناك الكثير من الأفكار تحرمت أن تخرج كانت هناك مشاريع خاصة ففكرة المعرض تساعدت أن تنتشر هذه الأفكار وأن تكون متناولة للجميع حلو حلو هل المعرض زاد من شهرة أحمد المناور؟ أكيد المعرض أضاف لي كثير في مجال العمل وثبت خطواتي أكثر فعلاً أحس أن اسمك طلع برز فعلاً لديك المعرض كثير في المعرض سويت بصمة بالأثاث الشغل الناس قامت تعرفها وحلو أن تظلت هذه الأثاث لكي ترى ما تقومت بيوتها دائماً فيها خصوصية والناس لا تحب أن تظلها نعم صح؟ الله يوفقك أحمد ومشكور أنك خليتنا نيب المعرض اللي يديد الله لا أحد تشافه أنت أول ناس نحن أول ناس نشوفها والله يوفقك وكل التوفيق حقك وكل الشغل ستسويه بالمستقبل شكور شكراً لكم